أكد كل من سيادة المطران خريستوفورس عطل مطران الأردن للروم الأرثوذكس ومتصرف لواء الفحيص وماحص الطام المجالي عمق العلاقة الأخوية بين المسلمين والمسيحيين في الأردن كونه بلد الوئام والعيش المشترك مشددين على وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سيادته لدار المتصرفية لتهنئة المجال بتعيينه متصرفا جديدا للواء حيث جرى خلال اللقاء تقديم كتاب تعيين الإرشمندريد خريستوفورس حداد رئيسا روحيا للكنيسة الأرثوذكسية في الفحيص خلفا للإرشمندريد إيرونوموس الذي يعين وكيلا بطرياركيا على مادبة حضر اللقاء عدد من كهنة الرعية الأرثوذكسية وأعضاء لجنة الكنيسة